من أسباب زيادة الإيمان لزوم مجالس الذكر نسأل الله أن يجعلنا فيها الآن نسأل الله أن يكون من أهلها هذه تؤدي إلى زيادة الإيمان غشيان الرحمة نزول السكينة حف الملائكة ذكر الله لأهلها عنده في الملائك الأعلى لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وحصلت لهم هذه الميزات العظيمة وتطمئن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كان معاذ رضي الله عنه يقول لأحد إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه يتذاكران آياته ووعده ووعيده يتذاكران نعمه سبحانه وعظمته هلموا نزداد إيمانا هلموا لنزداد إيمانا إذا ذكرنا الله وحمدناه إنه بخلاف ما إذا غفلنا وضيعنا ذلك ونسيناه ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ المعد لكن جلاءوا بالذكر فإنه يجلو حتى يدعوك المرآة البيضاء وصدأ القلوب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاءوا بشيئين الاستغفار والذكر ومما يزيد الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها استبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى صلاة ذكرا تلاوة صياما صدقة اتباع لجنازة وزيارة لمريض وإجابة لدعوة مسلم وإغاثة لملهوف وأعمال البر والإحسان بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران أوقات السلف كانت معمورة بالتعبد وصيفا شتاء ليلا نهارا حضرا وسفرا طاعات وبعد عن المعاصي نسأل الله صحيح وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة